السلام عليكم ورحمة الله اخواني عدنا موضوع جديد اليوم بخصوص موضوع مكثف الخاص بالمروحة الخارجية المكثف او الكنديسر الخاص بالمروحة الخارجية كيفية الربط مالتا لان اكثر من شخص سيني عن كيفية الربط مالته او استبداله طبعا المكثف بالمروحة الخارجية اخواني دائما او غالبا يعطل تشوف تلاحظ المروحة الخارجية متوقفة فتعرف انه غالبا المكثف الخاص به هو اللي عاطل او ضعيف فيحتاج استبداله اما عن طريقة توصيل اسلاك المروحة الخارجية سهل جدا ان شاء الله لكن احب انوه عن المكثفات المكثفات اخواني تختلف باختلاف المطور المروحة الخارجية عندك ثلاثة نوعة رئيسية مثل ما تلاحظ هذا النوع الاول وعندك هذا النوع الثاني وعندك هذا النوع الثالث لكن كل يتهي نفسه هي تختلف اقيامها يعني عندك ثلاثة فاصل اثنين او ثلاثة ونوص او اثنين ونوص مايكرو فاراد عندك ابل خمسة عندك ابل اربعة بالعام ينسمي احنا فكل مكثف لازم تفتحه وتصوره قبل ما تفتحه تصوره الربط مالته حتى تتأكد انه تجيب عليها نفس القيمة مالته بالضبط هاي القيمة موضحة قدامكم حتى تجيب مكثف خاص بي سبلة مالك هاي نقطة النقطة الثانية المكثفات اللي هنه ذنني لاكثر شيوعا اخواني مرات يسيلوني انه اني اللي عندي كان بي ثلاث بنات يعني ثلاث رؤوس ربط فاللي جبت بيه اربعة شون رح اربطين اخواني ماكو مشكلة هو بالثلاثة او بالاربعة نفس الشي لانهن كل بن متصل مع البن المقابلة يعني كل طرف متصل مع الطرف المقابلة فماكو مشكلة وايضا اذا كان الربط عكس الربط يعني راحش راحسه حتى اوضح لك معنى كلامي انه شون راح يكون الربط مبدئيا اسلاك المروحة مثل ما وضحت اربع خطوط رئيسية الخط الاول اللي هو خط الحار والخط البارد والخط الستارت وخط الارث عندك خط الحار ينربط في تيرمينال المجهز الحار اللي جاي من الكارت اما الخط الثاني اللي هو الخط البارد اللي هو خط رهان المروحة هذا ينربط مبدئيا بالمكثف تختار لك بين اي جهة تختارها ماكو مشكلة تربطه تشكله بالمكثف وخط الستارت لازم تربطه بالجهة المقابلة يعني من ربطه تخط الران على جهة بن محدد او معين لازم تربط الخط الستارت بالجهة المقابلة اما خط الرابع للمروحة راح يجيك هو الارث فينربط في بدن القطع الخارجي اكو برغي تفتحه تشكل الخط الارث وترجع شد البرغي انتهت من الخطوط الاربعة يبقى عندك خط النيوترال او البارد اللي هو المجهز المكثف نفسه ايضا مثل ما شرحت بالبداية الحار يجي من الكارت موجود بالتيرمنال هذا يجي من الكارت ايضا يجي البارد وياه البارد عندك راح يدخل بالمكثف في جانب الران يعني بصف الران يربط يعني يدخل البن مع النيوترال او البارد يتقعد بصف الخط مع الران يصير عندك خطين في جهة وخط في جهة الخطين اثنين عدتهم بارد النيوترال والران والجهة المقابلة اللي هو خط الستارت اللي رايح للمروحة فهاي كل الخطوط الموضحة قدامكم ان شاء الله اتمنى يكوني شرح واضح ان شاء الله واي سؤال اذا تحتاجون اكتبوني بالتعليقات ان شاء الله اجاوبكم وتتدللون فضلا ولا سامرا اشترك بالقناة وخلي زر العجاب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته